اخر متعلق بتداعيات كورونا هو موقف مجلس النواب من الانعقاد للجلسات وخاصة انه فيه نواب اصيبوا بالكورونا النائبة شيرين فراج اصيبت بالكورونا ودخلت العزل الصحي وكمان الاستاذة نشوة الديب والاستاذ عمر وطني وايضا الاستاذ هشام مجدي شكل البرلمان هيكون ايه الفترة اللي جاية بعد اصابة النواب معايا تفاصيل اكتر معايا سيادة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب مساء الخير يا فاندم اهلا بحضرتك مساء الخير اهلا بحضرتك يعني الحقيقة احنا الخبر ده زعلنا وحضرتك طمنا عليهم الاول في البداية بداية احنا طبعا نقول استاذ النواب الف سلام عليهم اهلا بحضرتك مساء الخير اهلا بحضرتك طبعا نشوة العاجل ان شاء الله باتنا في هذه المسألة يا رب هما طبعا مواطن مصريين وده يمكن اه كان نتيجة التواصل اللي كان موجود فيه الايد طبعا كان فيه مناسبات او في اه انعقاد الجلسات بعد كده يعني بالرغم انتو كنتوا اخذين اجراءات احترازية يعني احنا عارفين في الجلسات اللي فاتت اه طبعا نحن كنا يعني اعتقد ان معظم الحالات اللي تمت الاصابة بالساخل فرلمان لكن هي احتجاكم وتواصلهم بالجماهير اه ده رقم واحد رقم اتنين نحن عندنا جلسة يوم اه سبع ستة ان شاء الله بإذن الاحد القادم اه لسه الان اه اخذش قرار سواء انت اجيلها او استمرارها اه لكن احنا منتظرين يعني خلال 48 ساعة قادمة نشوف بس ايه الاصابات الموجودة او تنفيها في موظفين تاخل فرلمان او قصرة على اه سبع الاعضاء ها يكون لنا قرار بكين مع هيئة مكتب مع الدكتور عدد العالم سنالة والسيد الامين عام طب هو يا فندم يعني اه النواب اللي تم اصابتهم كانوا اه بتهيلي حضروا بعض الجلسات وتم المخلطة مع نواب المجلس اه صحيح وكان فيه اجتماعات لجان اه بصدر لا اه اه كان فيه اجازة تتعيد كنتم حوالي طهيبة لكن وحضرتك طايب كل الاصابات تمت بعد الجلسات واعتقد ما كانش فيه مخلطة من النواب مع العضو والله يعني ربنا يستر لانه عندكم التجمع كبير يعني الاعداد كبيرة حتى لو كان فيه اجراءات احترازية او تباعد بس ربنا يستر يعني والله يشوف حضرتك هو طبعا يعني بلا شك ان احنا يعني لنا نتخلى عن مصرياتنا بشكر حضرتك سيادة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وبنتمنى الشفاء لنواب البرلمان اللي تم اصابتهم بالكورونا وربنا يستر على الجميع اشتركوا في القناة